مساءكم خير معرفش كل الناس يعني متابعين ومركزين وعارفين إيه اللي بيحصل في السوق العقاري لكن أقدر أزعم وأنا وثقة جدا أنه 60-70% من الناس معنيين بسوق العقاري جدا كجزء من حياتهم اليومين سواء أنت عندك عقار وعايز تعرف مستقبله الاستثماري إيه سواء أنت شخص عايز تستفيد وتستثمر في العقار وعايز تتفكر في استثمار آمن أو ودول القطاع اللي يهمني بصراحة النهاردة أنت شخص في بداية حياتك وعايز تشتري شقة وبالمناسبة حق السكن ده واحد من حقول الإنسان وإحنا فاهمين ده وقدرين نعرف خطورة وأهمية الإتاحة تحديدا في القطاع العقاري ما نقدرش أبدا نقول أن مصر عندها أزمة إسكان لا مصر فيها طبعا أراضي كتير جدا تعمير وتطوير عقاري بشكل واسع جدا ومتسع فما نقدرش نقول أننا عندنا أزمة إسكان لكن كمان ما نفعش نخبي رأسنا في الرمل ونقول أننا عندنا قدرة شرائية تحديدا لهذا القطاع أنا بقول لحضراتكم دلوقتي إحنا دلوقتي بنسأل على قطاع الشباب إزاي الشاب في بداية حياته مرتبه طبعا لو قلت أقل من 10 تلاف جنيه الناس اللي مرتبها أقلب كتير من كده هيتخضوا هيزعلوا هيقولوا أنتم مش حاسين بالناس لكن خليني أقول مرتبه أقل من 10 تلاف جنيه يقدر يبقى عنده شقة يتجوز يعيش حياة طبيعية أنا بتكلم مش بس على القطاع ده لكن على كل القطاعات كان للناس دي كلها في حلين حل الأول هو أن الدولة تتدخل والدولة تدخلت من سنوات طويلة وإحنا النهاردة بنحصد ثمار هذا التدخل في الإتاحة في مشروعات قومية كبرى سكن مصر دار مصر وإسكان الاقتصادي دي الشباب بكل فئاته وأنواعه الموجود في كل مكان في مصر ده جزء مهم جدا من التدخل لكن يبقى أنه مستحيل أننا نقول هنلقي على الدولة كل هذه المسئولية الوحدة ومن هنا يجي دور التمويل العقاري وأهمية التمويل العقاري لقطاعات الشباب وأننا نحافظ عليه طب وقت الأزمة الاقتصادية إيه اللي ممكن يحصل هل البنك المركزي هتحمل وحده التمويل العقاري ولا هتقسم هذه على مؤسسات مختلفة وكل مؤسسة هتتحمل مسئولية الجزء اللي خصها من الدعم لقطاعات التمويل بكل أشكالها والسؤال تحديدا دور القطاع الخاص في ده يعني القطاع الخاص بتكلم هنا عن المطورين العقاري المطور العقاري من مصلحته هو كمان هو جزء من هذه المنظومة فمن مصلحته أنه لما يطرح مشروع المشروع ده يعني يخلص يتباع من مصلحته أنه يكون التمويل العقاري موجود وإحنا ياما تكلمنا وياما حضراتكم سمعتوا أنه الحل الأهم لأزمة ارتفاع سعر العقارات اللي ما نقدرش نحلها دلوقتي لأننا في أزمة دولية هو التمويل العقاري دور القطاع الخاص إيه؟ خلونا نعرف بقى التفصيل من أهل الاختصاص وقبلا نبارك لدكتور أحمد شلبي على رئاسة المجلس العقاري المصري معنا على تليفون مشرفنا دكتور أحمد شلبي بسأل خير على حضرتك يا دكتور بسأل خير يا دكتور دينا وشكرا على التهناء الجميلة دي شكرا لحضرتك أنا بهني حضرتك وبهني أعضاء المكتب التنفيذي أنا عارفة أنه فيه توليفة شبابية كده للمجلس العقاري المصري تخلينا نتعشم فيكم خير ونسألكم بقى في تفاصيل كتير إن شاء الله إن شاء الله وإحنا تحت أمر حضرتك دكتور أحمد ببساطة جدا إيه اللي ممكن القطاع الخاص يقدمه لإنعاش مبادرة التمويل العقاري لتسهيل مهمة أو عبء كبير جدا كان بيقع على الدولة أو أجهزة الدولة والبنك المركزي لأنه يتحمل فاتورة التمويل العقاري وحده طيب لو سمحتي لي يعني أن أنا استفيد في الإجابة شوية لأهمية الموضوع ده هو مهم جدا وإحنا محتاجين نفهم جدا تفضل يا دكتور بالضبط كده عايزة أبتدي من الكلمة اللي حضرتك قلتيها قبل الفاصل اللي هي أنه طبعا مش من المنطقي في الظروف الحالية والأوضاع الحالية أن المبادرة الخاصة بالتمويل العقاري اللي هي مبادرة دعم الفايدة أنها تبقى في حدود 8% وفيه فوايد أقل 3 أو 5 على ما أعتقد بشرائح معينة أنها تتوقف ويمكن هنا عايزة حاجة صغيرة بس أننا شايف أن المبادرات كلها سواء الخاصة بالتمويل العقاري أو المقاولات أو السياحة أو الصناعة في كل القطاعات الاقتصادية التوقيت غير مناسب لتوقفه ولكن لازم نوضح هنا نقطة وده فهمي للموضوع هو القرار خاص بالبنك المركزي ودعم البنك المركزي للفايدة ده طبعاً بناء على طلبات صندوق المركزي إنما ده لا يعني إن الحكومة لن تدعم الفايدة فأنا اللي فهمته من القرار إن اللي هيحل محل البنك المركزي فيه بعم الفايدة هو الحكومة من خلال الوزارات المختلفة المسؤولة يعني إحنا مثلاً تابعين لوزارة الإسكان يبقى التمويل العقاري وقتها المقاولات وزارة الإسكان هي اللي هتدعم الفايدة بتاعته بالتعاون طبعاً مع وزارة الملايين وده المفهوم اللي عندي يمكن اللي عمل مخبطة شوية إن قرار الوقف طلع دون تحديد آليات البداية فعمل يعني بلبلة شوية في القطاع الخاص إن ما بقاش فعلاً حتى عارف طب البديل هيتطبق إزاي والتعامل هيبقى إزاي والدنيا هتمشي إزاي يمكن فيه كزئية اللي محتاجة توضيح من الدولة حريك سألتي بقى سؤال مهم بقى اللي هو الخاص بدور القطاع الخاص يمكن هنا عايز أقول لحرائك إن فيه تواصل تام بين القطاع الخاص والدولة ويمكن دولة رئيس الوزراء ومعالي وسيد الإسكان كانوا في اجتماع قريب معانا مجموعة من ممثلة القطاع الخاص في مجال عقارات ودي اجتماعات دورية بتحصل مع كل القطاعات ويمكن دي من الحاجات اللي القطاع الخاص بيشيد بيها دايماً دلوقتي وفيه تبادل وجهات نظر مستمر بين الحكومة والقطاع الخاص الاجتماع ده ممثلي القطاع الخاص تقدمه فيه عدة طلبات تخص التمويل العقاري وتحديداً هلخصهم في تلات محاور رئيسيين جداً المحور الأولاني هو خلسفة التمويل العقاري مع البنوك الخاصة بالإجراءات لكن أحد مشاكل التمويل العقاري من الإجراءات بتطول جداً زائد أن عدد كبير من الطلبات بتترفض آه ده حقيقي وعايزة أقول لحضرتك أنا بقى جاية من عند الشباب وبقول لحضرتك وده بيأثر جداً على صورة المبادرات نفسها يعني هي المبادرات أصلاً لخدمة الناس ولخدمة قطاعات مهمة بالنسبة للدولة استراتيجياً لكن فعلاً طول الإجراءات ويمكن أنا أقول أنها تعقيدها ده كلام مصبوط تماماً ويمكن إحنا هنا طالبنا بأن الضمانة تبقى الوحدة مش العميل سبب بطء الإجراءات وتأخر الإجراءات فحص ملف العميل فإحنا طالبنا أن يتم التعامل بضمانة الوحدة مش بضمانة العميل طبعاً ده موضوع برضو محتاج شغل مع البنوك مش هيتم في يوم والييلة لأن هما اليوم إجراءاتهم واليوم ضعبتهم بس إحنا كقطاع خاصة كمطورين على استعداد لدراسة الكلام ده وتوفير الجدائل بحيث الإجراءات تبقى سريعة ممكن يا دكتور أوضح دي معلش قبل ما نروح للنقطة التانية أنا أسفاً يبقى تعجب السنة عاوزة كل الناس تفهمنا تحتفظ الدولة بملكيتها مثلاً احتفظ البنك احتفظ البنك بملكيتها في حالة تعثر العميل بالزبط كده فكده محدش انضر لو العميل تعثر وإحنا قلقانين من قدرته على استداد للفترة الطويلة دي فيبقى البنك مخسرش رأس المال ده مظبوط؟ هنا خليني أوضح بقى ده كلام مظبوط تماماً بس أوضح اعتراض الجنوك إن الجنوك مش عايزة تنتهي بأنها عندها محفظة عطارية كبيرة فإحنا هنا كمطورين قلنا إن في الحالة دي البنك يبقى مسئولية المطور إنه يحل المشكلة دي مع البنك نحط لها إليه إن الوحدة ترجع للمطور ويدخل وحدة مكانها بعميل آخر وهكذا فبحيش إن المسئولية يفضل المطور موجود فيها في حالة تعثر العميل كمشارك مع البنك فده يخف العبقة على البنك شوية بل لا أقصدوا دايماً التفاصيل بتحتاج شغلة أكتر بين أهل الصناعة سواء من التطوير العقاري أو من البنك نحور الثاني بقى اللي حدرت أشارت إليه المهمة جداً اللي هو دعم الفايدة طيب المطورين دورهم إيه في دعم الفايدة هنا أنا بتمنى بصراحة إن موضوع دعم الفايدة ده يشمل كل وحدات الإسكانة مش بس يعني أنا عارف الحكم ركزة على الشباب وطبعاً دول إيهم أولوية بس أنا هنا بتتكلم عن الاقتصاد المجمل وعلى دعم الاقتصاد طبعاً التمويل العقاري عمره ما ينجح في مصر غير لو الفايدة بقت منخافضة خلينا نتكلم كمرحلة أولى من 6% لـ 8% في المنطقة دي ده الحل الوحيد عشان التمويل العقاري ينشط الناس تتحمس للجوء إليه فهنا لو هنتكلم على كل مستويات الإسكان لا إحنا محتاجين القطاع الخاص يبقى له ذكر طبعاً لأنه الدولة مش هتقدر تبقى حاضر وتسد على هذا الطلب الهائل إذا فتحنا فعلاً في قطاعات كبيرة بالضبط كده وهنا كان اقتراح المطورين أن يتعامل تندوق لدعم الفايدة يتم تمويله من شركات التطوير العقاري فيبقى هنا الحكومة تحمل تعيب الإسكان الاجتماعي وما يخص الوحدات اللي الحكومة بتعملها هو تحمل القطاع الخاص عب الوحدات الأخرى بحيث ننشط السوق ويبقى صندوق دعم الفايدة طبعاً ده موضوع كبير ولازم يدرس بتفاصيله لأنه بقى مين اللي هيشارك فيه والنسبة قد إيه وقالية السار في إيه يعني قصة طويلة بس الفكرة من حيث المبدأ لاقي قبول من جميع المطورين وهي فكرة أعتقد أنها فيها جزء كده مسئولية مجتمعية أنا ما عرفش طبعاً حضرك سحح لي بس أنه المطور العقاري نفسه أو كل المطورين العقارين في مصر يكونوا جزء من حل أزمة ارتفاع الأسعار أعتقد أنه حل فيه جزء من المنطقية طبعاً جداً مسئولية مجتمعية وفي نفس الوقت فيها عقد اقتصادي لأن ده هيؤدي في النهاية إلى تنشيط السوق العقاري وده هيعود بالفايدة على المطورين وعلى الاقتصاد المصري حلو جداً المحور التالت بقى المهم جداً اللي بنتكلم فيه بقى لنا سنين وهو آلية التمويل العقاري للوحدات تحت الإنشاء عرف حراك التمويل العقاري أحد أهم شروطه أن الوحدة تكون مبنية ومتشطبة وده للأسف ما بينطبقش على عدد كبير من مشروعات القطاع الخاص تبعا فدي ينتهي الأمر إلى أن الوحدات المتاحة هي في الأغلب وحدات الدولة أو بعض وحدات القطاع الخاص المتاحة في بعض المشروعات اللي هي فضلة ما تبعيتش يعني ما هيش حاجة مميز بالضبط عشان نوسع المبادرة دي فإحنا بنقول عايزين آلية للوحدات تحت الإنشاء ودي ممكن اقترحنا آلية برضو أنها تتم من خلال عقد الثلاثي في المطور وفي العميل وفي جهة التمويل العقاري ويبقى المطور بياخد دفعات من جهة التمويل العقاري مع تطور الأعمال الإنشائية والعميل بيسد على 15 سنة 20 سنة ونحط شرط أن الوحدات دي ما تاخدش تمويل آخر من البنك على أساس ما يحصلش دابل فايننس أو تمويل مزدور فالثلاث محاور دول إحنا أكدنا عليهم في اجتماعنا في اجتماعنا مع دولة رئيس الوزراء ومع معالي وزير الإنشان وأعتقد الفترة اللي جاية إحنا محتاجين نشتغل بجدية شديدة على ده لأن خليني أقول لحضرتك بصراحة السوق العقاري بيمر بمرحلة صعبة جدا بالتأكيد بفاعل تكلفة بطريقة غير مسبوقة عدم تناسب ده مع القدرة الشرائية للعملة هيعمل ضغط على السوق العقاري وهيعمل ضغط على الاقتصاد المصري بالضبط اللي قلناها دي هتساعد على تنشيط الاقتصاد المصري لأن القطاع العقاري بينشط الاقتصاد في المجمل ذائد أن هي هتساعد على الإتاحة زي ما حضرتك تفضلتي للعملة وكمان هتوفر شيء مهم أن هتخلي البدجت أو الميزانية اللي العميل بيحطها في السكن مقبولة فتسمح له بالصرفة أنشطة قطاع أخرى أنا بشكرك يا دبط يعني دي نقطة أعتقد أنه غايبة على ناس كتير أنه إحنا ما ينفعش كل دايما كنا نقول كده أنه فكرة تجميد رأس المال في وحدة عقارية مرة واحدة ده برضو مش صحي للاقتصاد دكتور أحمد أعتقد أنه الخط فيه مشكلة بس يعني إحنا وصلنا مع دكتور أحمد محور أول تاني والتالت هما فلسفة الإجراءات التمويل العقاري وصندوق دعم الفايدة والفكرة التي ترحت وقدمت وأعتقد أنها ستناقش بقدر من الجدية وأيضا آلية التمويل العقاري الوحدات تحت الإنشاء على كل حال هنفضل متابعين لهذه القضية وأعتقد أنه أمر مهم جدا أنه يكون فيه كل المبادرات اللي ممكن تدعم حركة الاقتصاد هي المبادرات باتة الأولوية وباتة الأهمية الكبرى أننا ننقشها ونفهم تفاصيلها ترجمة نانسي قنقر